هذا الجزء الصغير من نبات البوتوس هل يمكن أن يصبح يوما نباتا كبيرا بهذا الشكل؟ الجواب نعم يمكن إذن كيف نفعلها؟ الجواب في حلقة اليوم على قناتكم الزراعية بذرة مرحبا بكل من يشاهد هذه الحلقة أسهل نبات منزلي يمكن إكثاره هو نبات اللبلاب أو قلب عبد الوهاب أو البوتوس هذه كلها أسماء لهذه النبتة الداخلية المميزة سأقص هذا الجزء من الساق وبه عدة عقد سأقص جزء ثاني بنفس المواصفات ساق به عقدة أو أكثر مرتبط بورقة أو إثنتان لا تقوم بالإكثار في فصل الشتاء فصل الربيع والصيف هما الأنسب للإكثار هذا أفضل جزء وبه كل المواصفات وشروط الإكثار سأستعمل تربة زراعية مكونا من بيرلايت وتربة رملية وكمبوست وسأزرعها مباشرة في التربة لأنه يمكنك أن تضع هذه العقل في الماء حتى تنبت الجذور ثم تنقلها للتربة لكن لا داعي لذلك إزرع مباشرة في التربة فهذا أفضل طريقة الزراعة جد سهلة يكفي أن تدخل الجزء من الساق الذي به عقد في التربة بهذا الشكل بحيث تبقى فقط الورقة ظاهرة في الآلة الري الأولى في الإكثار بالأقلام تكون غزيرة بعدها نتوقف عن الري تماما حتى تجف التربة وسنرى الآن النتيجة بعد ثلاثة أشهر نعم ثلاثة أشهر صحيح أن نموها بطيء لكنه سهل قبل ذلك تشاهدون في هذا المقطع متابعين الكرام وهو من حلقة سابقة طريقة عمل دعامة لنبات البوتوس بنفسك إذا أردته متسلقا لأنه يحتاج لدعامة يتسلق عليها أما إذا أردته متدليا بهذا الشكل فلا داعي للدعامة ونترك هذا المقطع ونعود للنتيجة نتيجة مفرحة وسارة السر أصدقائي هو لكن قبل ذلك والله العظيم أصدقائي أن هذا الأمر يزعجني تخيلوا معي أن 82% ممن يشاهدون حلقات بذرة غير مشتركين في القناة وهذا يسبب مشاكل كثيرة يعني أن أغلب المشاهدين غير مشتركين فجزاكم الله خيرا ادعمونا فقط بالاشتراك إذن نعود لسر نجاح التجدير أصدقائي وهو الري المنتظم وفقط بعد جفاف سطح التربة لأن نبات البوتوس لا يحب كثرة الري الإضاءة الساطعة البعيدة عن الشمس المباشرة وإضافة سماد العشرينات المتوازن مرة في الشهر هذا الوعاء الأحمر ملأته بخليط تربة مكون من بيرليت وبيتموس سأنقل إليه النبتة الجديدة حتى تجد الجذور المساحة الكافية للنمو وكلما وجدت الجذور المساحة فهي تتوغل وتطول وأكيد يطول معها المجموع الورقي أو الخضري نخرج النبتة برفق وما شاء الله جذور كثيفة دلالة على نجاح عملية الإكثار نضع نبتتنا في مكانها الجديد ونملأ كل الوعاء بالتربة البوتوس متابعين الكرام من النباتات المائية أي أنه يمكن زراعته فقط في الماء ودون استعمال التربة نبتة تستطيع التكيف والنمو حتى في الإضاءات المتوسطة سبور لدرجة لا تتصور وقل ما نجد نبات يجمع هاتين الصفتين القوة والجمال البوتوس فرض نفسه في القائمة التي وضعتها وكالة الفضاء الأمريكية نازا كنبات ينقي الهواء وبالأخص يزيل ثلاثة مواد سامة من الهواء وهي البنزين الفورمالديهايد وتلاتي الكلور قرب مصدر ضوء قوي مع ري وتسميد منتظمان ستضمن بقاء هذا النبات معك لفترة طويلة ولا تنسى رش أوراقه بالماء أو بالرذات صيفا لتوفير الرطوبة نبتة جميلة ومميزة سؤال الحلقة هل تحب أن تكون عندك نبتة البوتوس بشكل متسلق أم تفضل أن تكون بشكل متدلي اكتب لنا رأيك في تعليق ولا تنسى طلبي لكم وهو الاشتراك في القناة دعما لنا كان معكم أخوكم توفيق دمتم بخير وإلى اللقاء